تزامنا نمع احتفالات العالم بيوم الأرض نظم مجلس أمانة العاصمة مسامس فعالية عاصمة بلا تلوث على ممشى كورنيش جسر سترة وقد جاءت هذه الاحتفالية لتجسد الاستراتيجية التي رسمها المجلس بهدف المحافظة على البيئة ودعم الأنشطة والبرامج التي تعزز مفهوم العمل البلدي لدى أهالي العاصمة ومشاركتهم في هذه البرامج الهادفة التفاصيل في سياق التقرير التالي يحتفل العالم في الثاني والعشرين من شهر إبريل من كل عام بيوم الأرض فيكون يوما مخصصا للأنشطة البيئية التي تصور المشاكل التي تعاني منها الكرة الأرضية بالإضافة إلى جذب اهتمام الرأي العام لأهمية البيئة والحفاظ عليها وإبراز قضيتها كأحدى القضايا الأساسية في العالم ومن هذا المنطلق نظم مجلس أمانة العاصمة فعالية يوم الأرض لتوعية الناس بأهمية الحفاظ على البيئة والعمل على تغليل التلوث اليوم يصادف اليوم الأرض العالمي هاي مناسبة كل سنة يحتفل فيها العالم لحماية البيئة حقيقة البيئة يعني اليوم إذا ما نحميها عيالنا وأحفادنا ما بيكون في موجود أرض خصوصا اليوم التلوث الموجود الحالي من كل الجهات نتكلم عن موضوع الإير كونديشنات اللي هي قاعد تأثر خصوصا على الأوزون في يوم البيئة العالمي نحنا قلنا بيئة بلا تلوث فنبي معظم الناس يقللون مستعمال السيارات احنا ننظر للجو والأرض والمياه هذه عناصر مهمة احنا نشوفها قاعدة تلوث أحين بحكم عوامل البيئة بحكم التخطيط العمراني بحكم قلة الرقعة الخضراء فلاحظنا أن هاي الأمور بحاجة أن نعززها بحاجة أن سلوكيات الناس شوي ننبههم أنه لابد أن احنا نهتم أكثر في بيئتنا صح أن الكل عنده ذيك الوعي وعنده ذيك الثقافة البيئية بس احنا بغينا أن نعزز لي الشيء نخليه بشكل أكثر وضوح عند الناس أو نذكر أكثر خاصة في هذه الفترة توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال البرامج التي طرحت ضمن الاحتفال كان لها دور كبير في نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض البيئة هي طبعاً إحنا لما نحافظ على البيئة وننمي فيها الوعي الزراعي رايحة تصبح البلد خضرة ولا رايحة تعمر البلاد في نفس الوقت اللي نحن نشجع خاصة البرام يعني من النمو الصغار ننميهم ونعرفهم على أهمية الزراعة أهمية المحافظة على البيئة عشان نصير بلدنا نظيفة من كل الملوثات الخارجية وأيضاً نحافظ على نباتاتنا ونزينها ونحافظ على التراثنا الأصلي أقسام متعددة تنوعت بين الصحة والترفيه والثقافة لإشراك الأطفال والناشئة فيها وتعريفهم بكافة الأمور التي تزيد من نسبة التلوث البيئي ولفت انتباههم إلى المشاكل البيئية التي تعاني منها الكرة الأرضية خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين